مع اقتراب شهر رمضان المبارك شروط حكمية على المساعدات والمعونات التي تقدم للعائلات الفقيرة فبحسب تعليمات وزارة تنمية الاجتماعية لابد أن تكون طرود المواد التموينية صالحة للاستهلاك البشري وقبل نهاية فترة الصلاحية لكل مادة بما لا يقل عن ستة أشهر وضرورة تأكد من جودة ومحتويات الطرود الغذائية وكذا آليات تخزينها حرصا على صحة وسلامة المستفيدين منها وأن تكون الطرود معبئة بطريقة لائقة ومقبولة تحفظ كرامة متلقي المساعدة إلا أن التعميم الأبرز الصادر عن الوزارة يشدد على ضرورة منع تصوير الأسر المستفيدة وبينختلف أشكاله حفاظا على خصوصية وكرامة المستفيدين من المساعدات وكانت انتقادات وجهت خلال السنوات الماضية لبعض المؤسسات والجهات التي تقدم مساعداتها للفقراء نظرا لإقدامها على تصوير المحتاجين بطريقة رأى فيها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية بأنها لا تخلو من المساس بكرامة المحتاج والاتجار بمشاعر الفقراء وطالبوا بضرورة ضبط هذه المساعدات وإيصالها للفقراء والمحتاجين بما يحفظ إنسانيتهم ودون التشهير بهم ووضع شروط تضبط العلاقة بين الجهة المانحة للمساعدات وبين متلقيها بما يمنع استغلال ضعف المحتاجين لأجل ما وصفوه بأنه مساعدات للدعاية والإعلان لا للتبرع والإحسان توجيهات حكومية إذن استبقت حلول الشهر الفضيل طالب فيها وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح مديريات وزارته بمتابعة مدى الالتزام بإجراءات وشروط مبادرات الخير خلال الشهر الفضيل كما دعا لتظافر الجهود الأهلية والوطنية لمساعدة أكبر شريحة من المواطنين في ظل ظروف الجائحة ووفقا لتقديرات البنك الدولي يتوقع أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأذيرات كورونا وأن تزيد نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دينار وثلاثين قرش يوميا وهو خط الفقر المدقع عالميا خلال العام الحالي عن سبعة وعشرين بالمئة كما توقع البنك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دينارين وربع دينار يوميا إلى تسعة عشر بالمئة ويعد شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة يستثمرها المحسنون من أهل الخير أفرادا وجهات لتقديم المعونة والمساعدات للفقراء والمحتاجين بغية التقرب إلى الله تعالى وسد حاجات الفقراء خصوصا في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصلوبة وطلبت وزارة التنمية الاجتماعية إتاحة قواعد البيانات المتوفرة في المديريات لهذه المبادرات وبحسب الوصول للتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة وضرورة التنسيق المستمر مع الحكام الإداريين والتشبيك للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الفقيرة وتطبيق مضامين التعميم بكل حزم وحث وزير التنمية الجمعيات الخيرية على تبني المبادرات وتقديم المساعدات للمواطنين المستحقين للتخفيف من الأعباء المعيشية قدر المستطاع وتجنب الازدواجية والتكرار في تقديم المساعدات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة إضافة إلى الالتزام التامي والكامل بأوامر الدفاع وإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي أثناء عملية التوزيع